بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة مدرسته في درس جديد درس اليوم الحصة 37 من سلسلة الاستعادة للامتحان الوطني بعنوان كيف نحدد نقطة انعطاف دالة عددية باللغة الفرنسية نقول نقطة الانعطاف وهي نقطة النقطة الانعطاف هي نقطة في المنحنى يغير فيه المنحنى تقعره يعني على يمين هذه النقطة مثلا يكون المنحنى مقعرا وعلى اليسار يكون محدبا او العكس مثلا هكذا يكون مثلا على اليمين هكذا وعلى اليسار هكذا وبالتالي تكون هذه النقطة مثلا هذه النقطة هي نقطة التقعر او نقطة الانعطاف على اليمين يكون المنحنى مفتوح الى الاسفل يعني موجعا الى الاسفل وعلى اليسار المنحنى موجعا الى الاعلى يعني مفتوح الى الاعلى هنا نسمي هذا المنحنى بهذا الشكل نسميه مقعر وهنا نسميه محدب اذا هذه النقطة تسمى نقطة انعطاف ولاحظوا اذا رسمنا اذا رسمنا المماس في هذه النقطة فانه على اليمين يوجد فوق المنحنى وعلى اليسار يوجد تحت تحت المنحنى في هذه الحالة عندما تكون نقطة انعطاف نقطة ام مثلا اذا 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 يمكن ان اذا 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 إذن المماس ممكن أن يكون أفقيا هكذا مثلا والمنحناء يكون هكذا في هذه الحالة كذلك لدينا نقطة إنعطاف المنحناء محدد على اليسار ومقعر على اليمين إذن هناك حالة أخرى الحالة الثالثة يمكن أن يكون المماس عموديا يمكن أن يكون المماس عموديا فنحصل على مثل هذا الشكل المنحناء محدد على اليمين ومقعر على اليسار إذن نقطة إنعطاف هي النقطة التي تغير فيها يغير فيها المنحناء تقعره على يمين وعلى يسار النقطة فنحصل على هذا الشكل هذا الشكل فيه المماس عمودي هذا الشكل فيه المماس عمودي إذن سنرى ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه النقطة لكي نحصل على الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة إذن إذا كان لدينا إذا كان لدينا إذا كان لدينا في النقطة أم ذات الإحداثيات A و B الدلة F قبل الإشتقاق مرتين في هذه الحالة نحسبه الدلة المشتقة الثانية إذا نحسب F-second لـ X الدلة المشتقة الثانية إذا كانت F-second لـ X تسوي سفر نحل هذه المعادلة ونبحث عن العدد التي تحققه F-second لـ X يسوي سفر ثم إذا F-second ضمن عادي ما في النقطة مثلا F-second لـ A تسوي سفر وتغير إشارتها وتغير إشارتها بجوار العدد A إذا الشرط الأول F-second لـ A يسوي سفر الشرط الثاني تغير إشارتها F-second تغير إشارتها بجوار العدد A بجوار العدد A في هذه الحالة تكون النقطة A F-A التي إحداثتها A-F-A نقطة العطف إذا للتوضيح أكثر سنأخذه مثالا إذا تذكروا دائما هذين الشرطين يجب أن تكون الدالة F-second منعدمة في النقطة A وتغير إشارتها ما معنى تغير إشارتها إذا نعتبر مثلا هذا جدوى الإشارة بالنسبة لـ F-second إذا X هنا نقص مالا نهاية هنا مثلا زائد مالا نهاية إذا نقطة A تنعدم فيها F-second تنعدم فيها و مثلا نقص هنا وهنا زائد على اليسار مثلا سالبة وعلى اليمين مجابة F-second مجابة إذا هنا تنعدم F-second تنعدم وتغير إشارتها وبالتالي التقعر التقعر سيكون هكذا على اليسار وعلى اليمين يكون هكذا يكون المنحنة مفتوحة للأعلى على يمين A وعلى يسار العدد A يكون المنحنة مفتوحة إلى الأسفل فنقل هنا محدد وهنا مقعر إذا إذا استطعنا أن نحسب F-second ونجد النقطة التي تنعدم فيها نرسم جدول الإشارات بالنسبة لF-second ثم نحدد التقعر بهذه الطريقة نحصل على نقطة الإنعطاف إذا سنأخذ مثلا إذا نأخذ مثلا F-second F-second يساوي X 3 F-second يساوي X 3 F-second تساوي 3 X 2 ثم F-second X تساوي 6 2 3 6 6 إذا في هذه الحالة F-second X تساوي 0 يكافئ 6 X تساوي 0 تكافئ X يساوي 0 إذا سنحدد جدوى الإشارات F-second X دل معرفة على R إذا نقص ملانية زائد ملانية لأن الدل F-second يساوي X 3 يجد دل حدود Y F-second X تنعد في 0 إذا كان X مجابا فإن 6 X مجاب 6 X مجابا على يمن 0 وسالبا على يصار 0 إذن سيكون منحنا مقعر على اليمين ومحدد على اليمين يساوي إذن هنا التقار إذن النقطة M ذات الإحداث هي 0 أو ثلاثة 0 0 هي نقطة العطاف بالنسبة للدلة للمنحنة الدلة F يمكن أن نرسم هذا المنحنة F ثلاثة تساوي 3 X 2 ثلاثة لدينا هنا F' ثلاثة وفقي لماذا؟ لأن الدلة F' منعادة ما في سفر إذن المأمس وفقي إذن لاحظوا على اليمين F' X تساوي ثلاثة ثلاثة X ثلاثة على اليمين 0 F' مجابة إذن تزايد إذن نرسم المنحنة أكذا تزايد و المنحنة مقعر إذن تزايد أكذا وعلى اليسار تزايد كذلك والمنحنة محدد إذن لاحظوا بأن هنا الدلة تغير تقعرها على يمين وعلى يسار العدد 0 أو النقطة التي إحداثتها 0 0 وبالتالي إذن نتذكر دائما الشرطين لكي تكون M ذات الإحداثات AB نقطة إنعطاف نقطة إنعطاف يجب أن يتوفر فيها الشرط الأول F second A تساوي 0 والشرط الثاني F second X مجاب على يمين مثلا A و F second X سالي مثلا اليسار اليسار في A يعني F second تساوي 0 وتغير إشارتها بجوار A أو F second سالي على اليمين و F second مجاب على اليسار إذن F second منعدي ما وتغير إشارتها بجوار العدد A إذا كانت تغير إشارتها بجوار العدد A إذن دل المشتقة الثانية تغير إشارتها ومنعدم بجوار A إذن منعدم دل المشتقة الثانية منعدم في العدد A وتغير إشارتها بجوار A فإن النقطة أمدت الإحداثيات A و F A A F A فهي نقطة إن عطاف إذن لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعمل فائدة ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وشجعون بالضغط على الزر Like ومرحبا بتعليقاتكم وأسئلتكم وقتراحتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته